السلام عليكم إخوتي وحبائي معكم أحمد خطيب من قناة تعلم اللغة التركية مع دليلك خطيب مستمري معكم في الدرس المحبوب والمرغوب من قبل الكثيرين خطبة الجمعة باللغة التركية نترجمها مع بعض إلى اللغة العربية نبدأ مع قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا فأظن من خلال الآية والحديث الموضوع اليوم واضح سيكون عن اليتيم فعنوان الخطبة سيكون عندنا يتيم اليتيم جناب عقل إنسان الله إمانتي يعني هو عبارة عن أمانة ربنا الحق إلى الإنسانية إنسان لك أصل كلمة وأتحولت إلى يمشك إنسان لها إمانتي أمانة إلى الإنسانية محترم السلمان يعني بمعنى انتهت غزوة أحد صواش معنى حرب ولكن تترجم في اللغة العربية بلغتنا بالغزوة لأن الرسول شارك فيها فتسمى الغزوة صنا إرمش صنا إرمش معنى انتهت مرت معنى كثيرا صنا إرمك معنى الوسول أو الانتهاء فإنتهت غزوة أحد مسلمان المسلمون مدينة إلى المدينة إلى المدينة küçük bir çocuk peygamberimize yaklaşarak يعني صغير هنا عندنا küçük و أيضا çocuk ولد طفل صغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى نبينا السلام عليهم حالية إلى حق الحال بابما ني أولدو ماذا حصل لوالدي يسأل الولاد بابما بابا وهنا بنين بابما إلى أبي وهنا إلى ني أولدو ماذا حصل إلى أبي مع أبي هكذا سأل الولاد الله رسوله هنا كان عندنا حرف إ ولكن سقط للملكية أو للإضافة هنا عندنا الله رسوله أعزم من فمين نبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال بابا أبوك لحقكت سنين سنين بابا شهيد يعني أصبحا شهيدا الله اونا رحمت اتتن الله ارحمه دعا له برحمه من قبل نبي صلى الله عليه وسلم sözleri كلام دökülüverdi asıl دök يعني عبارة عن الانسان يصب بلما هذا فعل دökمك اسمه أن يصب بالإنسان الماء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يصب الكلمات بمعنى مجازي وأيضا يأتي مع فعلين مركبات يعني أصل فعل دökül وأتى بعدها ذر هذا يركب بمعنى أجابه النبي صلى الله عليه وسلم أو رد عليه مباشرة يعني عبارة عن السرعة بالرد السرعة بالجواب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم دökülüverdi بنون يزرنا وبعد ذلك عندنا هذه الكلمة مستخدمة كثيرا بنون يزرنا عقب ذلك بعد ذلك توجد الطفل آلاميا آلام بمعنى ابكي البكاء أمر وهنا عندنا المصدر آلاميا إلى البكاء باشلد بدأ إلى البكاء طبعا كما ذكرنا سابقا نفي الباشل يأتي مع حرف إلى آلاميا باشلد ولذلك مع المصدر أتينا الحقي حماية وإلى آلاميا باشلد رحمة ألتسي نبي الرحمة هنا عندنا ألتسي بمعنى سفير الرحمة رحمة ألتسي والسي للإضافة صلى الله عليه وسلم بدرما إلى هذا الحال دايا نمض لم يتحمل دايا بمعنى تحمل الأمر دايا هذا براز دايا تحمل قليلا دايا نمض لم يستطع أن يتحمل نبي صلى الله عليه وسلم ذلك توجو الولد بارنباصب بارنباصب يعني بمعنى عانق هذا الولد توجو طبعا يأتي هنا المفعولية مباشرة بارنباصب مرة معنى هذا تعبير مجازي بمعنى بارنباصب أو بارنباصب سيعطفنا ماذا يقول توجو بارنباصب ماذا حصل اعتنق أو عانق هذا الطفل آلاما لا تبكي آلاما لا تبكي ديا تسلي يعني سلاه النبي صلى الله عليه وسلم وطيب خاطره سلاه بمعنى طيب خاطره بكلمة لا تبكي صنرا وبعد ذلك صنرا بعد ذلك دا أيضا للربط بان سنين بابا أليم أنا لأكون أبيك هنا أليم والسيدة عائشة سنين أنين أولسون استمز ميسن يعني يقول السيدة عائشة هنا سنين أنين أمك أولسون لتكن أمك استمز ميسن استمز مانا أطلب يأتي يأتي بلاحقة هنا النفي مع الاستفهام مرات كثيرا الاستفهام المنفي استمز في الزمن الواسع يقول ألا تريد استمي يرمس استمز ميسن ألا تريد استي يرمس هل تريد استرمس هل تريد لكن هنا النفي يقول ألا تريد استمز ميسن ألا تريد أن أكون والدا لك وعائشة أم لك بيورد هكذا تفضل النبي هنا توجون هنا لحظة إضافة أصل كمية توجوك توجون يزند في وجه أو على وجه الطفل قلر أتشمشت طبعا هذا معنى مجازي قل بمعنى ورد قلر الورود أتشمشت تفتحت الورود على وجه أو في وجه هذا الطفل يعني بمعنى ضحيكة أو تبسما طبعا تابير مجازي هذا سينجل بفرح سينجل بفرح هنا ل بفرح سينجل بمعنى فرح سينجل أهيت جوك أسترم أهيت نعم جوك أسترم أريدو كثيرا أهيت الله رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد امانتين قوك قلق شهيد امانتين يعني هنا امانت الشهيد هذا الوالد المتوفي الشهيد امانتني وني حماية وإي مفعولية كجاك بمعنى اسم بمعنى الحضن بمعنى الحضن الاحتضان كجاك الفعل بمعنى احتضن كجاك لا مش احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم احتضن امانة الشهيد هنا إليه يلنزلن يلنز بمعنى وحيدا يلنزلك هنا عندنا يلنزلك بمعنى الانفراد البقاء وحيدا يلنزلن ويتم أولدون انطر مشتو يعني انطر بمعنى انسى انطر اجعله ينسى هنا جعله ينسى بأنه يتيم وبأنه وحيد كيف باحتضانه وبهذه الكلمات التي طيبت خاطر هذا الولد عزيز مؤمن لار يوجد ديني مصر ديننا العظيم الإسلام يتيم لري اليتامى هماية اتمي ان نحمي اليتامى ويحماية وصيغة المفعول كورو يب جزت مي امردر لماذا صيغة المفعول؟ لأنه فعل امردر يأمر بذلك يأمر الحماية ويأمر المراقبة جزت مي فلذلك الفعل امردر يأخذ المفعول هنا عندنا كورو بمعنى احمي يحماية وليعطف هنا كورو يب بمعنى ان يحمي هذا الأولاد أو أن نحمي هؤلاء اليتامى جزت مي جز بمعنى العين جزت بمعنى راقب واعتني بي تأتي احيانا مراقبة وحيانا تأتي بألعتنا جزت مي المصدر ويحماية 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 مفعول به امردر يأمر بالمراقبة ويأمر بحماية هؤلاء اليتامى اخرى مقابلهم او تجاههم اخرى كثيرا استخدام ديارة أن نكون حساسين معهم دوران مي دوران تعامل مرت كثيرا دوران مي أن نتعامل معهم المصدر وأيضا المفعول به طبعا يأتي لوحك المفعول هنا كما مرة سابقا الفعل هنا امردر يأخذ مفعول هنا الفعل ايضا اوتلى اوتلى بمعنى انصح يأخذ ايضا مفعول به ينصح بماذا ينصح التعامل بشكل جيد وايضا ينصح الاقتراب منهم بالرحمة اوتلى اصل كلمة اوت بمعنى نصيحة اوتلى انصح اوتلى وضعنا را فتحول الى الزمن الواسع بمعنى ينصح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر او ينصح ديننا عفوا هنا الفعل دينيميز اسلام يوجد دينيميز اسلام اوتلى هنا الفعل الأزنة في اللغة التركية يسمى الفاعل دينيميز اسلام ويكلم الافعال هي امردر يأمر وايضا ماذا يفعل ينصح اوتلى زيرا وايضا في سياق الكلام يعني يتابع في سياق الكلام وايضا يتملر اليتامة جناب حق هبيميز امانة اتي ماسوم كلاردر يعني بمعنى يقول ايضا اليتامة منهم عبارة عن عبيد لله جناب حق كلارد طبعا نلاحظ هنا الاضافة هنا لاحظ الاضافة متى اتت تتمث الاضافة هنا عباد لربنا اليتامة هم عباد لربنا وكل هذه جملة صفة منهم هم عبارة عن هبيميز ايلينا الى جميعنا هب يعني بمعنى الكل ابرياء امانة من ربنا الينا صفة لهؤلاء العبيد من هم هؤلاء عبيد الله سبحانه وتعالى هؤلاء اليتامة سبحانه وتعالى الى جميعنا شايلة هكذا شايلة هكذا اشارة ادار يشير الى هذه الحقيقة هكذا تعالوا نرى مع بعض مسلمان اف بيوت المسلمين اضافة يعني هنا عندنا مسلم مسلم مسلمان المسلمون هنا يضيف وإلى كلمة اف مجموعة طبعا هنا بلار اف بيوت المسلمين ارصندا بين ارص او ارصندا بين بيوت المسلمين انهايل اف افضلوا بيت انهايل اف ايشندا في داخله كندسنا كندسنا يدورنلا يعني هنا في داخل هذا البيت ايشندا ماذا يقول كندسنا يدورنلا يعني يتعامل معه صغط دوران تعامل صغط ربع المبني المجهول وصغط اسم الفاعل المتعامل معه بشكل جيد يتعامل مع نفسه بشكل جيد من هو بريتيم بلندو افدر يعني يقول افضل بيوت المسلمين من هو بيت افدر بيت يوجد فيه يتيم بريتيم بلندو افدر يعني بيت ما صفة هذا البيت صغط د تأتي بمعنى الوصفية د او د هنا بلندو افدر يعني بيت هنا يتواجد فيه يتيم ماذا هذا اليتم محيدين منفلدين و القيسيز القي بمعنى اهتمام القي فنقول كلمة القيلي بمعنى متعلق بي فهنا عندنا القيسيز بدون اهتمام براك مك فبراك مك فبراك مك براك مك اترك ان نتركهم بدون اهتمام عبارة عن وبال عظيم وبال كبير يتم لرين حق لرنة حقوق اليتامة تينمك تينمك بمعنى المضغ طبعا معنى مجازي بمعنى أن نأكل حقوق اليتامة وأن نمضغ هذه الحقوق تينمك مال لرنة مال معنى الأموال أو ما يقابل المال ما هو بقيمة المال مال لرنة إلى أموالهم الوزاطمك اليد الوزاطمك النمود يدنا طبعا نفس الاستخدام في اللغة العربية يستخدم بالمجاز وبعنى أن نسرق ونأخذ من مال ليتيم الوزاطمك النمود يدنا إلى مال اليتيم إلى .."لحق إلى صرم لو لو ر بردون اعطر يعني مسئولية صرم لو لو عندنا مسئولية صرم لو مسئول صرم لو لو مسئولية تحولك للإضافة يعني مسئولية أن نمد أيدينا إلى مال اليتامة هي عبارة عبارة عار عبارة عن جناه معصية عار يعني معصية كبيرة وثقيلة نيتكيم ولهذا يجرب ربمز القرآن الكريم بيزي شويلة ويارر يوصينا أو ينصحنا بيزي هنا صغة المفعولية بيزي شويلة ويارر يوصينا وينبهنا في القرآن الكريم في سورة الضحى أليس طبعا هذا في سياق الكلام سكن يتيمي أزمة يعني بمعنى هنا أليس فأما سكن سكن انتبه احذر يتيمي أزمة لا تقهر أزمة بمعنى أن يهين الشخص الذي أمامه فالإزمك إزمك أن تهين الشخص الذي هو أمامك أو بمعنى أيضا يأتي أن تضغط عليه أو أن بمعنى مجازي نقول أن يعفز على شيء أو أن يضغط عليه إزمك فالإزمك فيقول بالنهي صغة إزمة لا هنا لا تقهر اليتيم سكن الأطب استياندا الأطب الذي يمد يده يعني السائل الأطب استيان السائل استيطلب استيان الطالب السائل استياندا سكن انتهي أحذر أزالما أزالماك الانتقاد والجرح في الانتقاد يعني ليس انتقاد بنا وإنما انتقاد جارح يعني بمعنى فلا وأما السائلة فلا تنهر وربنين ربنين نيمتين نعمة ربنا منت وشكرا الله أن أن بمعنى أذكر وهنا أذكر بالشكر والمنن نعم ربك يعني بمعنى وأما بنعمة ربك فحذف دائر المسلمين أو دائر المؤمنين رسولي أكرام صلى الله عليه وسلم بدفع صندق في أحد المرات دفع مرة دفع صندق أحد المرات هنا عندنا إشارة في أورطة بارمان إشارة معنى الإشارة في أورطة الوسط لكن عندما تأتي مع كلمة بارمك أصوها ك بارمك معنى الإصبع وإصبع الإشارة هو نحن نسميه السبابة أو التي تشير بالشهادة يعني هم يقولون إشارة التي تشير بالشهادة إشارة في أورطة بارمان يعني جمع هنا بير أريا جتير بير أريا طبعا هذا الاستخدام مجازي مهم جدا في اللغة التركية بير أريا جتير يعني أن تجمع شيئين في مكان واحد بير أريا يعني أن تصح بين شيئين وتجمع بينهما استخدام مجازي ومهم جدا أريا منطقة أو مكان أريا إلى المنطقة جتير لك أن تجمع شيء إلى منطقة وتحضر شيئين إلى منطقة فهنا ماذا أحضر يده الإصبع السبابة المتشهدة وأيضا الوسطى وماذا قال أيضا قال أنا واليتيم هنا ليس اليتيم يتيم إلى اليتيم كمسة الشخص هذا معنى مجازي كمسة بمعنى الذي يضم هذا اليتيم ويحتوي هذا اليتيم بمعنى كافل اليتيم جنة في الجنة بيلي يانينا أولجاز يعني بيلي هكذا طبعا نقطة نقطة في الحديث ولكن هنا عبر عن هذا الكلام بمعنى يانينا يعني بمعنى جمع الأصابع بمعنى يانينا يان جانب ويانا إلى جانب واحد أولجاز يعني سنكون إلى جانب واحد ومع بعض بيور مشتر هكذا تفضل نبينا نتابع رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يركتا من القلب بالؤلان الشخص المرتبط المتعلق بالؤل مع النبي صلى الله عليه وسلم من القلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب عزيز ملتيميز تاريبو يونجا يتيما يعني إلى اليتم ملتيميز هنا بمعنى ملتنا وشعبنا العزيز تاريبو يونجا عبر التاريخ يتيما إلى اليتم يعني هنا يصف شعبه بأنه متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يتم إلى اليتم كمسي سيزة كمسي بمعنى شخص الذي ليس له أحد يقال عنه الذي لا أحد له إلى الذي لا يوجد له معين مادورة إلى المغدور مظلومة إلى المظلوم كوجاك أتشمشتر بمعنى كوجاك معنى حضن كما ذكرنا الحضن وهنا عندنا أتشمشتر فتح شعبنا حضنه بمعنى بمن احتوى واحتضنا شعبنا المظلومين والمغدورين وأيضا من هو شعبنا يقول يصف الشعب بأنه متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من القلب بزلر د ونحن أيضا بجن اليوم أي نشور لا يعني بنفس الشعور يتم لرمزة إلى اليتامة إلى يتامة الخاصين بنا إلى يتامة دولتنا إلى اليتامة المسلمين ينلرمزة بمعنى قلوبنا أتشلم لنفتح قلوبنا إلى اليتامة إلى هؤلاء اليتامة الخاصين بنا جزرين دكي الشلطي جزرين دكي دكي هنا عندنا في د وكي الذي الذي في عيونهم جزرين دكي الشلطي أصل كلمة الشك بمعنى الضو الشلطي بمعنى اللمعان والبريق الذي هو في العيون هنا البريق الذي في عيونهم الشلطي يحماية مفعول به يزلرين دكي وفي وجوههم يزوجه يزلري وجوههم نحماية والدكي التي في وجوههم سيفين جي وأيضا الفرح الذي في وجوههم أرترمك إيشين من أجل أن نزيد هذا الفرح لنبدل مجهودا من أجل زيادة الفرح جزل أهلاق ل بأخلاق حسنة وأيضا ماذا وإي وإيتيم لي وأيضا بتعليم جيد بريلر أشخاص وأفراد أصحاب تعليم جيد وأخلاق حسنة كونهم يتيش يتيش معنى إنشاء يقول الأمر يتيش إنشاء يتيش معنى الإنشاء يتيش مالرين إلى إنشائهم يتيش مالرين إنشاؤهم ونحماية إلى إلى إنشائهم كاتك كاتك بمعنى المساهمة والمساعدة سنلم سن بمعنى أن يعرض وأن يقدم الإنسان شيء فيسمى عندهم سنم العرض الذي يكون يعرض الطالب الدرس ويتابعه الطلاب فيسمى سنم في ألغان تركيا سنلم لنقدم إليهم المساهمة والمساعدة إلى نشوئهم كأفراد متعلمين وذوي أخلاق حسن مادي ومانه لنحمل الأمل إليهم من أجل مستقبلهم ولنقف بجانبهم آخر كلمات لا لننسى يتيماء إلى اليتيم أن نمد اليد إلى اليتيم هنا اليتيم أمر جميل جدا بعكس أن نمد اليد إلى مال اليتيم في الأعلى كان مالرنا إلى اليتيم معنى سيئ ولكن يتيماء إلى اليتيم أن يمد يد المساعدة إلى اليتيم ربي مزين رزاصن كزان مكتر هو عبارة عن كسب كزان مك كزان إكسب كزان مك كسب لرضى ربنا سبحانه وتعالى خطبة جميلة جدا دائما هذه المواعظ وهذه الخطبة الجميلة توصينا بأشياء جميلة جدا هؤلاء اليتامة هؤلاء الفقراء الأشخاص الذين موجودون أحيانا يكونوا بجانب منا أحيانا يكونوا في الحزن ولكن لا يظهرون يعني يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تنظر إليهم وربما لا تعرفهم هؤلاء الأشخاص يستحقون المساعدة يستحقون دائما أن نكون بجانبهم في كل لحظات وفي كل الأحوال خصوصا في هذا الشهر المبارك يعني في هذا الشهر من فوائد الصيام أننا نعيش أيشة الفقراء وأننا نصبح كلنا في حالة عدم الأكل والشرب فنشعر بهؤلاء الأشخاص فنشعر باليتامة الذين ربما لا يجدون الطعام والشراب فهذا أمر مهم جدا أن نشعر بهؤلاء يعني نحن خلقنا في هذا العالم الذي هو في حالة جيدة الذي هو في أوضاع جيدة من الناحية المادية يفترض أن يساعد إخوته المسلمين في شتى بقاع الأرض من أفريقيا إلى سوريا إلى كل البلاد التي تعرضت للظلم وإلى الأشخاص الذين تعرضوا لظلم كثير من الأشخاص اليوم في سوريا لا يجدون لقمة الخبز المعيشة غالية جدا والأمور تزداد سوءا وصعوبة فندعو دائما لهم ونساعدهم بما أتينا من قوة دائما ندعو لهم ونمد يد المساعدة خصوصا الأشخاص الذين هم في حالة جيدة وحتى الأشخاص الذين يقدمون زكاة الفطر والذين يضعون أموالهم أن يضعوها في المكان الصحيح المكان الذي يحتاجه هؤلاء الأشخاص دائما نقف بجانب هؤلاء الإخوة وندعو لهم ونطلب حتى منهم الدعاء لأنفسنا إخوتي وحباي هذا هو درسنا اليوم نتمنى أن يكون مفيدا لكم لا تنسوني من دعائكم إلى اللقاء مع درس آخر من دروس تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب سلسلة خطب الجمعة التركية ترجمة نانسي قنقر